فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل مقيم في إيران وشبكة شركات تابعة له تتهمها واشنطن بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ الباليستية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت وكيلة مشتريات مقيمة في إيران وشبكة من الشركات التي يستخدمها لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي الباليستي وقالت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار بعد الهجوم الإرهابي على أربيل في العراق وبعد هجمات إرهابية شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات